في تطور لافت ووسط غياب أي تهدئة في الأفق قصفت الطائرات الإسرائيلية خلال أقل من ساعة 150 هدف لحركة حماس بمئات الصواريخ ردا على قصف الأخيرة بصواريخ بلدات ومدن في العمق الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخي أدروعي أكد في تغريدة على تويتر إن 160 طائرة من 6 قواعد شاركت في غارات على 150 هدف لحركة حماس في قطاع غزة مضيفا إنها استخدمت في ذلك 450 صاروخا أدروعي قال إن الهدف من هذه الضربات هو توجيه ضربة قوية إلى الأنفاق الأرضية لحركة حماس الموجودة تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة مشيرا إلى أنهم وجهوا ضربات قوية لكيلومترات عديدة من الأنفاق شمال القطاع كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن دفاعاتهم الجوية اعترضت طائرة مسيرة لحركة حماس خرقت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من قطاع غزة في السياق نفت وسائل إعلام إسرائيلية ما ورد في تقارير إعلامية أي توغل لجيش في أي منطقة في قطاع غزة ونفت هيئة البث الإسرائيلية وجود أي هجوم بري على قطاع غزة مؤكدة أن ما أعلن عنه في وقت سابق بشأن التوغل البري كان خطأا بالترجمة على لسان المتحدث باسم الجيش وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا الخميس إلى وقف فوريا للتصعيد والأعمال العدائية في غزة وإسرائيل